لماذا يهاجمون الكتاب المقدس؟ أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور على القناة الفضائية قناة الحياة المسيحية وأيضا الموضوع عن الهجوم على الكتاب المقدس في ضيف هو مش ضيف هو أخ عزيز جدا وصديق غالي جدا وبصراحة عشان أقدمه مش عارف بالزب كيف يعني أوصفه أو أقدمه لكن رح أستخدم عبارة أنا تعلمتها منه وهذه العبارة تقول إن أردت أن تكرهه لو قعت في حبه أحبائي هذا الشخص غالي جدا على قلبي صديق قديم تعرفت عليه في أواخر أعتقد في أواخر التمانينات كنا في مؤتمر قبرص في قبرص وكنا نتبادل الآيات والمبارزات والحديث وهذا طبعا شوقنا لبعض وارتبطنا في بعض وابتدأت الصداقة أحب أقدم القسيس رضا عدلي رضا عدلي هو كان راعي الكنيسة في الأسبكية في القاهرة في مصر هو غاني عن التعريف يعتبر بيونير في الخدمة المسيحية وأنا زي ما قلت له إحنا دخلنا على تعبو مع أنه برنامج أو خدمة نور لجميع الأمم هي أول خدمة ميديا تلفزيونية في العالم العربي لكن والحقيقة في خدمة الراديو فمن من لا يذكر الصوت الرائع العزب الجميل صوت القس رضا عدلي والتعليم المباركة على القناة الراديو منتو كارلو ومن من لا ينسى فريق الحياة الأفضل وصوته الجميل وطبعا أخذ خدمات عديدة منها في السنودوس ولكن ارتبطنا بخدمات كثيرة منها خدمة الحصاد في مصر وخدمة أعبر إلينا وهو يعتبر من المدافعين عن الحق الكتابي ولسيما الناس اللي عم بتهاجم أو بتستهتر أو بتقلل من أهمية الكتاب المقدس سامحونا على المقدمة الطويلة ولكن لأنه شخص حبيب علي وبحبه أهلا وسهلا قسيس رضا عدلي أنت معنا على الهوى أهلا بك يا قسيس نظار وأنا أرجو أن أكون هذا الشخص الذي تحدثت عنه ونشكر ربنا من أجل شركتنا ومحبتنا ونشكر رب من أجل الرب اللي جمعنا في خدمة مشتركة معا سواء كان في مجال الميديا أو سواء كان في الكرازة والتعليم بكلمة الله بالحضور شخصيا أشكرك للمقدمة وأصلي ومشتائم ربنا يبارك هذه الحلقة ليس فقط لكي تكون ردا أو إقناعا لكي تكون سبب خلاص بالفعل واختبار لكلمة الله الحية الفعالة الأمضى من كل سيف يا حدين أشكرك للتقديم وأهلا وسهلا بحضرتك وبالإخوة والأخوات المشاهدات والمشاهدين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة